بوساطة أممية للمرة الثانية يتبادل أطراف الصراع في اليمن محتجزين وأسرى بلغ عددهم الإجمالي 878 من جميع الأطراف غير أن الميزان العددي يميل لصالح ميليشي الحوثي في عملية التبادل الثانية التي ترعاها الأمم المتحدة وينفذ عملية النقل فيها طيران صليب الأحمر أفرجت ميليشي الحوثي عن وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصر هادي وبعض أفراد أسرة طارق صالح عدو مجلس القيادة في العام 2018 قالت الأمم المتحدة وأطراف الصراع اليمنية إنه تم الاتفاق على تبادل المحتجزين على أساس الكل مقابل الكل غير أن تفاصيل التنفيذ حالت دون ذلك وبدأت عمليات مفاوضات إضافية لتنفيذ الاتفاق ولكن بالتدريج في العام 2019 نفذ الحوثيون عملية عسكرية جديدة في وادي جبارة بمحافظة صعدة وتمكنوا من احتجاز أكثر من 1500 من المقاتلين اليمنيين المجندين للدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية ينحدر غالبية أسر وادي جبارة من محافظة تعز وبحسب ناشطين حقوقيين ومنظمات حقوق إنسان فإن عائلاتهم تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة كانت هي السبب الرئيس في استدراجهم للقتال في الحدود الجنوبية للمملكة خارج الأطر الرسمية لوزارة الدفاع اليمنية في العام 2020 نجحت الأمم المتحدة في تنفيذ أول عملية التبادل لمحتجزين في اليمن شملت أكثر من ألف شخص بينهم 15 سعودياً بعضهم ممن أسروا في وادي جبارة ولم يفرج عن أحد من اليمنيين المحتجزين في العملية نفسها خلال الأعوام الثمانية من الحرب نجحت وساطات محلية في تنفيذ عمليات تبادل أسر ومحتجزين إضافة للعمليات التي توسطت فيها الأمم المتحدة غير أن الغائب الأبرز في كل عمليات التبادل هم ضحايا معركة وادي جبارة الذين لا يطالب بالإفراج عنهم أحد من ممثلي أطراف الصراع في المفاوضات إضافة لضحايا وادي جبارة في سجون الحوثيين نساء لا تعرف أعدادهن على وجه الدقة وهن أيضاً يقبعن في السجون دون أمل قريب بأن تشملهن أي من عمليات التبادل أو الإفراج غير المشروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر